ناقشنا القضية الفلسطينية وأهمية التوصل لحل سلمي كما تم مناقشة الجانب الإيراني ودوره المزعزع لاستقرار المنطقة وأهمية التوقف عن هذا الدور المملكة العربية السعودية لها دور كبير في محاربة الإرهاب لذلك بحثنا أهمية العمل مع هولندا في مجال مكافحة الإرهاب إيران لا تزال تتصرف كثورة وليس كدولة ولا يمكن التعامل معها إلا إذا تصرفت كدولة تحترم الجوار ولا تتدخل في شؤون الدول وتكف عن استهداف المدنيين بالصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب